عيد مبارك وكل عام أنتم بخير موجز لأهم وآخر الأنباء بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية برقيات تهارن إلى إخوانه أصحاب الجلال والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأعرب فخامة الرئيس بهذه المناسبة الدينية العظيمة عن أطيب تهانه وأخلص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من التقدم والإزدهار وللأمتين العربية والإسلامية العزى والرفعة أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في خطاب وجهه لكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك التزام المجلس بتعهداته على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى كما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية حرص المجلس على حماية التوافق الوطني العريض والعمل بروح الفريق الواحد والسير على قاعدة الشراكة لحسب كافة القضايا المنظورة أمامه كما أكد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي التزام المجلس بتعهداته على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى وقال أن الاستقرار الأمني ما يزال أولوية جماعية قصوى وأن جهود المجلس والحكومة للتخيف من معاناة المواطنين ستؤتي ثمارها قريبا مع دخول حزمة مشروعات ممولة من المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ وأعرب رئيس مجلس القيادة عن أمله في أن تفضي القمة العربية الأمريكية المرتقبة التي ستضيفها مدينة جدة هذا الشهر إلى تنفيذ القرارات الأممية وإحداث التحول الدولي المطلوب بزاء القضية اليمنية العادلة أقرأ فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اتصالا هاتفيا بوزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة للإطمئنان على أحوال الحجاج اليمنيين وتهنئتهم بالوقوف على صعيد عرفة وتأدية شعيرة الحج الأعظم واستمع فخامة الرئيس من وزير الأوقاف إلى إحاطة حول أوضاع الحجاج الذين وقفوا على صعيد عرفة الطاهر وتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت مع جموع حجاج بيت الله الحرام وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعثة الحج اليمنية على بذل المزيد من الجهود والتسهيلات والرعاية لحجاج بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى أرض الوطن قام وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بزيارة اللواء الثاني حراس جمهورية في محور البرح غرب تعز في إطار تفقده لجبهات الساحل الغربي وخلال الزيارة نقل الإرياني تحيات رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء الحكومة للأبطال المرابطين في ميادين العزة والشرف الذين يذودون عن حياظ الوطن ويقدمون دروسا في تضحية والفداء مشيدا بقوات المقاومة الوطنية وكفة تشكيلات القوات المشتركة في جبهات الساحل الغربي وثمن جهود القوات المشتركة وحرصها على تخفيث معاناة البواطنين والتي تجسدها ومبادراتها في فتح طرق حيوية من طرف واحد كما حصل في طريق المخى البرح تعز الأمر الذي يكشف زيف الدعاءات ميليشيا الحوثي عن الحصار ويثبت أنها هي من تفرض الحصار وتصنع الأزمات وأخيرا ميدانيا ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعوبة من إيران تسعة وثمانين خرقا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتاعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب خلال الأربعة والعشرين الساعة الباضية وتنوعت الخروقات بين إطلاق النار المباشر على مواقع للجيش الوطني بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة ونتج عنها استشهاد أحد أبطال الجيش وإصابة ثمانية آخرين فيما تنوعت بقية الخروقات بين استحداث مواقع ومرابض مدفعية ونشر طائرات استطلاعية مسيرة واستقدام تعزيزات إلى مختلف الجبهات انتهى الموجز وعيد مبارك كل عام وأنتم بألف خير